السلام عليكم. سعد الله يومكم وكل اوقاتكم يا رب. زي ما شوفتم في العنوان. اشاركم اليوم ترتيباتي او تشاركوني ترتيباتي لاستقبال جاراتي. هنا كان يوم الاثنين الامطار الله يلحمه برحمته امطار شديدة جد على جدة. وبرق وراعد. وثاني يوم على قل هو كان امر الثلاثاء. هنا صباح الثلاثاء بمنه تعليق. سويت فطور نفطر كلنا مع بعض. جاهز فطورنا. وشاهينا ويا ربي لك الحمد. اه هنا الحلوم اه احب انا احط عليه اه صلصة البلسمك او صلصة البلسمك. اه بديل لله دبس الرمان. ليحب دبس الرمان هذا ما فيه سكر يعني بس على سكر العنب لانه خل العنب او صلصة عنب مرة لذيذ. بس احبت اوريكم هو لي اه تحب صلصة او دبس الرمان هذا بديل صحي له. لذيذ. اه هنا بعد ما خلصنا الفطور وشربت الشاهي وعينت من الله خير. بديت في المطبخ قلت اقوم اشوف اشي راح اسوي لضيوفي. اه هنا نقع التمر لاني بسوي كيكة التمر فاحطيت كاسة التمر وحطيت عليها كاسة اه موية مغلية. وهنا اه جهزت الدقيق راح اعجن عجينة نصها راح استخدمها للبيتزا راح سوي بيتزا وراح اسوي خلية نحل. فاعجنت عجينة واحدة. حطي هنا اربع كاسات دقيق ملعقة خميرة ملعقتين سكر واربع ملاعق حليب بودرة. وربع كاسة زيت وعجنتها بموية دافية وتركتها تتخمر الين. اخلص شغل يعني اخر شي اه يعني اشتغلت في العجين. هنا التمر بعد ما خلاص يعني ذاب كذا او سار لين. حطيت في الخلاط حبتين بيض. نصف كاسة سكر. نصف كاسة زيت. والتمر طبعا حطيته بمويتو زي ما هو. وحطيت شوية قرفة وشوية هيل. خلطتهم كلهم اه مع بعض. شايفين هنا حطيت شوية قرفة يعني زي ملعقة صغيرة قرفة ونصف ملعقة هيل. بعد ما خلطتهم ضفتوا على الدقيق كاسة دقيق منخول وملعقة اه بكم باودرة. حلص خلطت المكونات. و اه وزعتها في القوالب. طبعا يعني انا قاعدة اعطيكم على السريع الاشياء. ما ما فصلت صراحة عشان الوقت. اه هنا سويتها في الكابكيك. دهنت اول شي بطحينة. وزعت عليه سمسم. وصبيت في الخليط. ادخلته الفرن. الفرن طبعا حرارة مية وثمانين. اه في الرف الوسط. ما ياخذ وقت ابدا يبنات الكابكيك بسرعة. يستوي. مو زي الصينية الكبيرة. اه هنا راح اسوي الموالح. راح اسوي مسخن. وزي ما قلت لكم العجينة عجنتها بيتزا. والبطاطس اللي هي البطاطس المهروسة اللي عليها اه حشوة دجاج. اكثر شي سويته في القناة. هنا ذبلت البصل للمسخن. وعندي دجاج مسلوق. اه فصصته كده وقطعته. حطيت عليه بعد ما ذبل البصل. طبعا بصل لازم زي زيتون في المسخن. حطيت عليه السماق. وفلفل اسود وملح. ودبس رمان. الحشوات سويتها من اليوم اللي قبل. صراحة لانها تاخذ وقت. فسويتها من اليوم القبل ودخلتها الثلاجة. والباقي سويته في نفس اليوم. يعني اشجاء بسيطة. ما اخذت مني وقت. كذا خلاص حشوة المسخن. تركتها على جنب. حطيت اول شي من المرق. مرق الدجاج اللي سلكته. انا سلكت دجاج كامل مش صدور. عشان ابغى يعني سطلع مرقته كذا غنية. حطيت على المسخن زي ما شفت المرق. وحطيته على جنب. هنا الحشوة البطاطس او الفرومي. بهارات مشكلة. وملح. وخلطت المكونات هذي. اخر شي حطيت ذرة معلبة. وكزبرة. وبرضو تركتها على جنب. بعد ما بردت اللحة شواتين دخلتها الثلاجة. طبعا هات زي ما قلت لكم من قبلها بيوم. كذا خلاص جاهزة. يعني هي اكثر شي تاخذ مني وقت. عشان كذا سويتها من اليوم اللي قبل. هذا في نفس اليوم اللي هو يوم الثلوث. شايفين مشاء الله كيف استوت. ما تاخذ وقت يا بنات. لانها الكوبكيك بسرعة يستوي 12 دقيقة بالضبط. واستوت. هنا بسوي التوفي. حطيت فنجانين القهوة. سكر. وقصرت النار مرة. ما احرك اليهن يبدأ شوية كذا. اللوني صغير حركته. حطيت قطعة زبدة. واحد حليب مبخر. وملعقتين. حليب مركز محلى. روعة طريقة هذي يا بنات. يعني ما عتقل انه في واحدة ما حتوضبط معاها. وبعدين حطيت ملعقة صغيرة نشاح. حليتها في فنجان القهوة بالموية. وصبيتها عليه. شايفين النتيجة? روعة روعة روعة. اللي تقول ما تضبط معايا التوفي. احتج لو وقت يا بنات. يعني حتى لو كلكع معاكي. قصر النار وقلبي. لين يذوب. هنا أوريكم طريقة في حفظ الرطب. حطوا كذا في قدر من القدر هذه المعدن. يجلس والله اسابيع ويمكن شهر في الثلاجة ما شاء الله متماسك ونظيف ما يخرب. هنا عجنتي ما شاء الله بعد مرور ساعتين عليها. شايفين اختمرات وزي سويت الخلية. فضلت اني اسوي كذا في كب اه صغير. عشان كل واحدة يعني اه بتاخذ يعني على قدها. اه ودهنته زبدة ورشيت عليه قرفة وتركته يختمر قبل ما دخل الفرن. وهنا البيتزا سويتها مني. انا احب لو يكون جمعة حريم احب اشياء كذا صغيرة او كب كيك يعني فردي. يعني هذا انا اشوفوا افضل. اه وزعت عليها الفلفل الرومي وزعت عليها الجبنة زيتون ودخلتها الفرن وتحمرت. هنا البطاطس بعد ما اه سلكتها وهرستها وضفت عليها ملعقة جبنة سائلة وملح وفلفل اسود. وزعتها برضو في القوالب الصغيرة ووزعت عليها الحشوة. اي اه وصفة يا بنات من اللي موجودة في هذا الفيديو حابين اني انزلها لكم قولولي انزلها في المنتدى اي انا ازل رابط او اذا كان شي جديد عليكم اكتبوا اللي تحبوا يعني طريقة التوفيط طريقة كيكة التمر اللي تحبوا طريقة العجينة قولولي اذا اذا حابين انا ما حنزلها الا بطلب منكم اذا حابين حنزلها في المنتدى. اه هنا خلص زي ما شفتوا قوالب البطاطس بس ما حطيت الجبنة على الوجه تركتوا الين قبل ما يجوضوا فيه. اه هنا حستخدم للمسخن اه اه ارقاق المطبق. حبيت انه يكون يعني وحدة كبيرة كذا واقصها نصين. فاخذت اه ارقاق المطبق ولفيته. حطيت الحشوة ولفيته زي ما حتشوفوا ذا حين. وانا ما الصقه يعني احس انه ما يحتاج. يعني لما نالف نفس الرقاق ما يحتاج اني اسوي له الخلط اللي هي الموية والدقيق. لانه يمسك يعني ما في داعي انا احس دائما هذي طريقتي. ما نسوي المسخن ولا ما الرقد لصقت اطرافه. مو زي السمبوسة. السمبوسة تنقلي. فيدخل فيها زيت. لكن المسخن لا. حتى السمبوسة المنسبة في الفرن بالرقاق. ما لصق اطرافها. لانه ما يحتاج. خلاص ثبتيها او حطيها على الطرف الاخير المفتوح. ما ما تنفتح ابدا. زي ما انتو شايفين حطيت في كل رقاق. في كل شريحة. يعني كمية مناسبة من المسخن. ولفيتها. وبرضو تركتو على جنب ما دخلتو الفرن. لان كان لسه الوقت بدري. خليتو قبل ما يجو الضيوف الموالح اللي هي المسخن والبطاطس دخلتها الفرن. قبل ما يجو بوقت بسيط شان تقعد دافية ومقرمشة. هنا بديت اجهز الاواني لحق الضيوف وحق الاستقبال. هنا عندي انا دائما اشياء الضيوف استخدمها وارجعها في كاراتينها. تقعد نظيفة ومرتبة. وفكاراتينها حماية لها افضل يعني. التجهيزات هذه تاخذ وقت يعني الفناجين المكسرات التمر الثلاجة يعني الاشياء ذي اشياء ضيافة وترتيبها من جد انا بالنسبة لياخذ وقت. فاحب من بدري اجهزها يعني زي ذي حين كان الوقت هذا ممكن الظهر. من بدري انا جهزتها وخليتها على جنب الريحلية. اني ما احبج ضيوفي انا منهكة وتعبانة لا يعني برضو مهما كان حلو الواحد يستقبل ضيوفه هو مرتاح يعني نوعا ما وجهه مرتاح. هنا جهزت الفناجين ووزعت عليه السكر والامور هذه. وبرضو هنا الفناجين القهوة. في اكثر من متابعة سألوني عشان يعني انزل وصفات صحية فقالوا اعطينا الجدول اللي انت ماشي عليه. انا ما عندي جدول يا بنات. ماني ماشي يعني للصباح ااكل كذا الغداء كذا العشان. لا ابدا. انا اشياء شلتها من حياتي او من نظامي اه نظام الحياة اللي انا ماشي فيه. يعني ابغى اسلوب حياة. يعني غيرت اسلوب حياتي تماما. مش نوع معين من الاكل انا اكله لا. باذن الله حتكلم على هذا الشي في فيديو. يعني امور انا اتبعتها وفادتني كثير في حياتي من جد. يعني انا اخذته انه اسلوب حياة مو هدفي الاول الدايت لا. لكن اكيد بالاسلوب اللي اتبعته نزل وزني. يعني وقاعد ينزل بالاسلوب اللي انا مستخدماه في حياتي. وبرضو الساعة اللي في يدي. ما شاء الله واحدة انتبهت له وسألتني هذه ساعة حساب حساب الخطوات. ايوا حساب الخطوات. اه قالت تكلمي عنها. اه تمدحي فيها اه او تذمي فيها. اه يعني تنصحينا ناخذ منها او لا. باذن الله كله راح اتكلم عنه في فيديو. هنا خلصت الترتيبات وجهزت الصحون زي ما شفته. رحت اشيك على المجلس. الامور تمام. وزعت المكسرات في الصحون. اه ودت الفناجين. طبعا الثلال يجي لسه فاضية مع بيتها. لكن احب انا ارتب كل شي. يصير بس اعبي الثلاجة وقت ما اخلص من القهوة. زي ما انتو شايفين. الحمد لله اهم شيء البيت نظيف. وانتي ميرتاحة يعني عشان كذا الواحد باستمرار ينظف ما يستنى اليهن يجولو ضيوف. يعني ميزة حلوة طبعا الكل عندهم هذه الميزة. الحمد لله. زي ما انتو شايفين المسخن رشيت عليه الزيت. ودخلت الفرون يتحمر. وكمان البطاطس. هنا اوريكم الكيكة من تحت كيف الطحينة والسمسم يعطيها شكل ولون حلو. هنا المسخن بعد ما خلاص تحمر. هنا بديت شايفين السريع السريع اصور. لانه خلاص بيجي الضيوف. حطيت الكرامل على او التوفي على الكيك والله يا بنات الى المغرب. نفس القوام ما تغير. ما شاء الله. هذه الطريقة حقت التوفي روعة. هنا وزعت الموالح. وخليت الصحن الفاضي. عشان ابحط فيه صوسة زبادي. آآ للمسخن. هنا بعد ما راح ضيوفي. آآ خلاص بدأي ناعد نرتب ونشيل وننظف. ويكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة